مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن السبت 16 ايار مايو اليوم الامر موجود ببرش الحوت لليوم التاني على التوالي وبالتالي الجو بعده حلو للأبراج المائي الحوت السرطان ايضا موالي برش العقرب موالي برش الثور وكذلك موالي برش الجدي يلي عم بيتابعني بيعرف انه الأبراج الاسبوعية حكيت عن يوم الاحد فيلي نهاره اليوم حلو يستفيد منه لانه يوم الاحد مقصوم الى قسمين بتلاقوا رابط الفيديو بهذا الوصف بهذا الفيديو بتلاقوا كتير من الروابط يلي بهمكون امره حتى شهر ايار مايو كل برج كيف شهره بتقدروا كمان تلاقوا الروابط البداية مع برش الحمل يلي اليوم مولو برش الحمل نهاره في نوع من هيك بيصفون اليوم مولو برش الحمل لانه ماقلوا جلد يتحرك ماقلكون جلد تتحركوا ماقلكون جلد تحكوا ماقلكون جلد تساعدوا بدون مين يساعدكن نهار كسل وخمول ماعليش خصصوا الا اذا في عنكن شي مهم تعملوه ساعتها بتكون تطلبوا مساعدة الطاقة غير كافية بالنسبة لبرش الثور نهار نشيط اذا انت بتتنشط اليوم مولو برش الثور من الابراج التي بتحب او طالع بيلا انه تحكي اكتر من غير نهار فاشأة منلاقي موالي برش الثور اليوم عم بيحكوا حكواجية عم بيتسلوا عم بيعبروا عن اراءهم عن مشاعرهم ومندمجين اكتر مع اخواتهم ومع عيلتهم مولو برش الشوزاء شغله كتير صحيح حاسس انه من يوم الجمعة كل الشغل ما تروك عليه وهيدا شي يمكن يزعجوا اليوم لمولو برش الشوزاء انه ليش انا بيعطلة الاسبوع عم بتشغلوني عم بتتعبوني عم بتركدوني في بعض المزاجية لكن يلي عنده شغلة كتير مهمة ينتبه لانه الخطأ اليوم بيبين بيفضح فكونوا حاضرين مولو برش السرطان انهار ايجابي جدا قد يقدم للكم فرصة سانحة للحل لتسهيل الامور وللوصول الى مصالحة تامة او الى حل كامل شامل كامل وشامل كامل متكامل جميع الاحوال اليوم نهار حلو كتير من الايام الحلوة بهيدا الاسبوع ويمكن يكون بعد معكن للاحد بعد الظهر فاليوم هو من الايام الحلوة يلي بتكمل فيها ايضا الامور اللي عندها كيها من الايام اللي ذكرتها في الابراج الشهرية والابراج الاسبوعية من اجمل ايام جميع مولود برش السرطان اما بالنسبة لموليد برش الاسد مولود ومولودة برش الاسد بعدكم عم بتفكروا بعدكم عم تشتغلوا بعدكم عم تركضوا وكأنه بعد فيه اوراق ملحقتوا تشتغلوا عليها وتخلصوا عم تشتغلوا عليها مزعجين شوي مضايقين شوي لكن بطلت عنكن هالحدية بلشت الامور تتحلحل شوي وانتو عارفين انه الامور عم تتحلحل وبالتالي لا خوف عليكم بكرة بعد الظهر الاحد يعني لحترتاحوا وتنبصوا وايضا يوم التانين فطولوا بالكن شوي طولوا بالكن شوي ما تحرقوا خط الرجعة بالنسبة لبرش العذراء مولود برش العذراء من الاشخاص من الابراج يلي طاحشي يلي ماشي يلي ما بهم ماشي وما هم ماشي لانه من الابراج الاوية يلي قادرة انه تسبق غيرها باشواط وباشواط وباشواط لكن انتبهوا ما تاخدوا الدني بداربكن خططوا منيح خاصة قبل ما تحكوا او تحكوا كلمة شوي قاسية او صريحة جدا لانه معقولي تطلع منكم بطريقة شوي ممكن الناس تفهمها غلط نييتكن صحيحة وسليمة لكن معقولي حدا نفهمكن غلط فكونوا منتبهين خاصة موالي ثلاثة عشرين اربعة عشرين خمسة عشرين اه اب اغسطس بالنسبة لابرش الميزين ما تأجلوا للاحد عشية ولا للتانين اذا بتقدروا اليوم بالرغم من كل التعب وكل الضغط اللي عنكن رح بتضلكون مع شغلكون ومع ركتكن رح بتحسوا حالكن انه قادرين انكن تخلقوا شيء من لشيء قادرين طعتوا ومحدا رح يزعشكن ويقلكون شو عملتوا ولي عملتوا هالشي فاليوم نهار لكن بنفس الوقت هيدا نهار بحاجة منكن الى تهدئة بمعنى انه شوي شوي قصموا شغلكون مش كلوا فوق بعضو هيك انتو بترتاحوا نفسيتكم بترتاح وانتو ما بتحبوا العجقى والضجة واليلا يلا يلا بتحبوا كل شيء منظم فنظموا حالكن اليوم ما قلوه برشو العقرب فرحوا اليوم هيدا يوم مكافأة لالكن هيدا نوع كدوهدية لالكن فرحوا قد ما بتقدروا ما تأجلوا للأحد التنين ثلاثة أربعة خميس وجمعة صدقوني اليوم هو من الايام يلي اذا في شخص عزيزة لالكن زعلتوا او حابين تتواصلوا معه مهنيا عاطفيا اجتماعيا عقلي شو ما كان احكوا اليوم اليوم نهار بيعطيكم يوم نهار فرح ونهار ايجابيات مولود ومولودة برج القوس هالأمور اللي تخربطت عنكن شوي لأنه دخل شيء على الخط يمكن شخص يمكن خيكن اخدكن اهل عيل يشريكم بالحياة يعني بعض الأمور يلي خربطت لكن شوي الجمعة والسبت بعدها موجودة وبعدها مكملة شوي للاحد فخذوا الأمور بهدوء طولوا بالكن كبروا عالكن الأمور رح تنحل لا يوجد أمور سلبية فيه تعب يمكن طالعوا بالكن تعدوا بالبيت طالعوا بالكن ترتاحوا فيه شوي التعب انتبهوا لصحتكم أما بالنسبة لي موالي برشة الشدي نهار سعيد اليوم نهار ممتاز لأنه الأمور منها لحالة بتبين مثل اللي لافف السجادة وتفتح قدامه بتكر لقدامه وبتبين الأمور فاليوم نهار حلو لي مولود برشة الشدي لي مولود برشة الشدي لأنكن فعلا وعيين تماما وبتلاقوا الحل بسرعة ما رح تغرقوا بالتفاصيل إلا إذا أنتوا غرقتوا حالكن ففلكيا الجو معكن الفلكيا الوقت معكن نوعية الوقت ممتازة فعالة إيجابية بتعطي أخبار بتعطي نتائج فورية فورية اليوم هو من الأيام الحلوة للكتابة لحل حالة المشاكل الكلام لشو ما بدكن تعملوا أي نشاط عندكن اليوم يشتغلوا عليه الأكثر حظا 17-18 كانون تاني يناير مع أنه أنا بلاقي جميع مولي برشة الشدي محسوسين بالنسبة لبرشة دلو مولود برشة دلو بعد حساباته مفروض تكون محطوطة قدامك يعني حاطة الورقة قدامكم المستندات عم تراجع حساباتكم قبل ما تبدأوا يوم الأحد أو التانين بأسبوع جديد فعملوا حساباتكم ليش لا كونوا صريحين مع حالكم ما تخافوا ما تخافوا من حالكم كونوا جارئين بدأ جرأة للإنسان يواجه حاله ويشوف قديش معه وشو عليه ومش بس عم بحكي مديا عم بحكي اجتماعيا عم بحكي بشو أخطأتوا شو عليكم شو ليس بتعملوا دراسيا أكاديميا شو عليكم لحقوا حالكم عملوا حساباتكم اليوم النهار يمكن يزعى لكم إذا واجهتوا الأمر الواقع لكن معلش واجهوا اليوم وخلصوا منه وانتبهوا للمصاريف الزائدة بشكل خاص اللي بيتعب أكتر من غيره هو 21-23 كانون الثاني يناير بنتقل لبرش الحوت الأمر ببرشك اليوم مولو ببرش الحوت عنده الضوء الأخضر لحتى يغير الكثير من الأمور اللي حابب يغيرها فيكن تاخدوا أكتر من قرار مش معناتها أنه بنهار تاخدوا قرار واحد لكن طبعا التسرع غير مستحب إذا أنتوا عم تتسرعوا عم تتهوروا فاليوم النهار مناسب لحسن بعض الأمور سير علاقة مسار علاقة عمل طريقة التعامل مع الناس طريقة الأسلوب اللي عم تشتغلوا فيها اللي عم تحكوا فيها اللي عم بتقضوا روتينكم فيها إذا حابين تغيروا بحياتكم اليوم النهار ممتاز لذلك لكن طبعا لأنه كوكب المريخ بيبرشكون كونوا جدا حذرين مواليد عشرين لتنين وعشرين شباط فبراير كونوا جدا حذرين بختم مع مولود اليوم بقلوا لمولود اليوم أنه بانتظاروا سنة فيها كتير من الحركة من النشاطات الاجتماعية وغير الاجتماعية سنة بتساعدكم إذا حابين أنتوا تغيروا وتروحوا إلى نقطة أعلى وأفضل بحياتكم الأكاديمية والمهنية هذه السنة جيدة جدا لذلك بتفرحكم فيها شوية فرح لكن رجاء نتابعوا حركة كوكب أورانوس السنوية أيار مايو سبتمبر كنون التاني يناير من أفضل أشهر أتمنى لكم نهار حلو وإلى اللقاء باي باي